لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة القدري الام مثالية لو حضرك تفتكر ليش قمت بрас�و dfد الحتاطو اعلام العلقي المحترض وضعت و ا twins هو بتاع الموقف دي Oh 저o هو تحت شعار يتلقى ده ويمشي بجناسته تحت شعار انا ضد اللي موجودين اه بالضبط كده يعني اول ما سميات ان هو اجيب صراحة قلت ولا وفي ذلك احك دي الحتت بتاعت يعني الالي والزمالك حيلعبه 14-14 او 19-15 كده كده يعني بعيدا عن تدخل اتحاد الكورى وعلا الكابتن عامر حسين انت عارف حسبك ان الاتحاد الافريقي بحريس ان كل المشات عشان البس الفضائي فطبعا الاتحاد الافريقي كل نادي يبعت 3 تاي analyze لالي هما الاتحاد الافريقي بيقرضوا مع اليوا فهم بيختاروا الاتحاد الافريقي هو اللي بحط المعادل اللي تناسب مع البس الفضائي بالنسباله فبالتالي ح Bitch percentwove ندرنا اللي نادي الاوهلي طلب التوقتات دي ١١١١ ١١١٥ و النادي الزي امالك نفس الموقف اعتقد انك تحضر فيه قوايا كون لي الدور في تحديد لان المطسين في القاهرة ولحد الوقت ايضا كنت تنسيف مش معلومة المطسات هتلعب فين يعني زي ما انتعلم اللهم بتضع في شوية قرارات معينة كده وحاجات أمنية فبالتالي حظك صعب جدا ان المطسين هيتلعبوا يوم ١٤ فاللها يحدد المعاد ١٤١١٥ مصداشر هيكون من اتحاد الاخريقي بقراره في الاعتزال الفني وبسبب ظروفه ولكنه وافق على الفور أن يتولى المستشار الفني للنادي الأهلي فده علشان بارح الكلام كله والنهاردة على السوشيال ميديا الحديث عن منو الجزيه المرشح الأول للمهمة هو الأرجنتيني دياز وطبعا في خطة مفتوحة لتولي المهمة ولكن له طلبات تقف عائق أمام اتمام الصفقة ومنح لقب المدير الفني لنادي القرن فهو طلب أن يكون الجهاز الفني بالكامل معه من الخارج وهو فيه تحفظ طبعا من النادي الأهلي لرغبة في تواجد عنصرين مصريين على الأقل أو أضو كمدرب عام وأيضا مدير القرى وهذا مازال محل التفاوض معه ولكنه لن يقف عائقا كبيرا هو المبلغ ده المبلغ اللي طلبه هو ده اللي هيوقف عائق طلب 180 ألف دولار كراتب شهري غير مرتبات معاونية يعني بيتكلم في 300 ألف دولار بيتكلم في 6 مليون جنيه شهريا في السنة 72 مليون جنيه وطبعا حط كمان شرط جزائي غريب جدا طلب سنة كاملة يعني لو النادي الأهلي بنسمع شهرين بنسمع ثلاث شهور دي أنا عايز مرتب كامل المرشح الثاني لو الأمور ما تمتش وما انتهتش هو دي صبر المدير الفني لمنتخب أغندا والسابق لنادي الإسماعيلي اللي كان رشحه مستر منو الجزيه وما زال الأمور لسه ما انتهتش هل بالفعل مين هيكون المدير الفني لكن ده كان مهم جدا وانفراد لبرنامج كلام في القرى أن منو الجزيه لن يكون المدير الفني للنادي الأهلي هو مستشار فني وشارك في جميع الاختيارات عايزين تعرفوا ايه بقى عايزين تعرفوا ايه تاني او لوك وعايزين تعرفوا اللاعبين النهاردة كان في جلسة مع أحمد حجازي أحمد حجازي وفي مفاوضات مع أحمد سواء بالإعارة او بالبيع وان كان مجلس الإدارة طبعا لارتفاع أسعار سواء هو سعر هو ورمضان صبحي في كلام مع الاثنين أحمد حجازي أبدأ مفكوتن ويرجع للنادي الأهلي ورمضان صبحي تمسك ايضا بالعودة للنادي الأهلي لكن هيدر سيفلد طالب ثلاثة ونصف مليون دولار يعني ما يقرب من سبعين مليون جنيه وأيضا التاني طالب برضو مبلغ كبير وستبرونش طالب من حجازي مبلغ ثلاثة مليون دولار فالموضوع صعب جدا على النادي الأهلي فبيتكلموا في الإعارة ولكن بنسبة سبعين في المية وما يقرب أن حجازي ورمضان صبحي هيكونوا موجودين إن شاء الله مع النادي الأهلي على سبيل الإعارة وليس البيع لأن الجهاز الفني في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي يعني ما عندهمش أي مساحة من الحرية أنهم يخسروا بطولة أفريقيا السنة اللي جاي اللي هتنتهي في شهر خمسة فعندهم إصرار على الاحتفاظ بهذه البطولة ويمكن أن أنا كمان برشح لهم لو هم عندهم إصرار فعلا ومش مهم يعني أهم حاجة ستة شهور دول عندك مهاجم داخل مصر في أحمد علي لعب نادي المقولين مهاجم كويس جدا ويقدر يديك سنتين مش ستة شهور بس ويبقى إضافة قوية في خط هجوم النادي الأهلي وأفضل من عمر مرعي وأفضل من مهاجمين كتير وأفضل كمان من مروان محسن بصراحة مهاجم قوي جدا ويقدر يديك السنتين دول على أعلى مستوى بقول لحضراتكم أن أحمد حجازي أحمد حجازي وده انفراد لبرنامج كلام في الكرة وهيسافر له هيسم إلى لندن وبتكلم طبعا على حجازي بحريتي لأنه عارف أن حجازي مش هلعب في مصر غير للنادي الأهلي ومثله رمضان الصبحي مش هلعب في مصر غير للنادي الأهلي الكلام على البيع أو أو الإعارة لكن الإعارة هي الأقرب 500 ألف دولار لكل لاعب يعني بتتكلم في مليون دولار 19 أو 18 مليون جنيه يعني مش رقم كبير على لعبين دوليين زي حجازي ورمضان صبحي وهيكونوا إضافة قوية جدا للنادي الأهلي لو الصفقتين تموا أمين بن عمر النادي الأهلي ينفي وينفي بشدة التواصل مع أمين بن عمر بس أنا بقول لحضراتكم أن أمين قريب جدا جدا من النادي الأهلي وأنيس بجلبان حاضر إلى القاهرة لإنهاء بعض طلبات أمين بن عمر وأمين بن عمر إن شاء الله بنسبة 90% سيكون هتواجد الأسبوع القادم في القاهرة لإنهاء بعض الرطوش الأخيرة في الصفقة والنادي الأهلي قد يعني وافق إن هو اللي يدير هذه الصفقة أمين بن عمر عنده رغبة أكيدة للعب في النادي الأهلي ومحبز الفكرة جدا طبعا هيكون إضافة مش إضافة قوية إضافة عبقرية لخط وسط النادي الأهلي لعب شويط مهاري حريف متحرك خمسة وعشرين سنة يقدر يدي النادي الأهلي خمس سنين بأريحية شديدة لعب كويس جدا لعب كويس جدا هل أنيس بوجلبان هيقدر ينهي مع الصفقة ويحضر للقاهرة في الموعد المحدد ولا الأمور هترسى على إيه لكن في مفاوضات ومفاوضات قوية جدا مع أمين بن عمر محمود وحيد زهير أيصر المقصة بالتأكيد فسطورة بقوة واللعب طبعا رفض الانتقال إلى برامتس ورفض الانتقال لنادي الزمالك وقال أن رغبته الأولى والأخيرة بلغ له محمد عبد السلام تجمعني به صداقة قوية قال له أنا مش هلعب إلا في النادي الأهلي وقلنا اللي هو محمد عبد السلام خليك حنايا كده مع النادي الأهلي لأن النادي الأهلي آخر عرض وصله طبعا كان طلب 15 مليون جنيه عشان تبقوا فاهمين طلب 15 مليون جنيه وطلب إعارة ميد وجابر وطلب صبري رحيل يعني طلب صبر رحيل بيع نهائي وباسم علي وميد وجابر إعارة سنة و15 مليون جنيه وتلاجة كريازي وسندوتشي بيرجر تقريبا وكتبوا له النادي الأهلي باسمه لمدة 3 سنين لكن المفاوضات وصله ليه أن النادي الأهلي عرض مفاوضاته الأخيرة هي 5 مليون جنيه مع بيع صبري رحيل وإعارة ميد وجابر سنة كابلة النادي الأهلي آخر عرض وصل ليه اللي هو محمد عبد السلام 5 مليون جنيه وبيع صبري رحيل بيع نهائي هيوحشنا الله يا صبري وعرض سنة إعارة لميدو جابر ده النادي الأهلي وأنا شايف أن كده العملية زي الفل يعني النادي المصر المخصة يخلص الموضوع لكن صبري وباسم وميدو 15 مليون جنيه أنتم مش هتبعات قولنا روبيرتو خلص يعني محترام الوحيد ده بالنسبة للصفقة اللي احنا نتكلم فيها يبا احنا قلنا أن حجازي ورمضان صبح قريبين جدا من النادي الأهلي بس المتوقف الأمر عنده هتبقى عارة ولا بيع يعني الأمر هتبقى عارة ولا بيع النقطة الثانية خلاص اتكلمنا محمد محمود لعب ود ججلة خلاص بقى لعب في النادي الأهلي الأهلي متمسك جدا بحمد فتحي لعب انبي وهو من العناصر التي يسعى الأهلي لضمها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لكن الظروف اللي بيمر بيها نادي انبي بعد الخسارة من المصر وتغيير الجهاز الفني جعلت المفاوضات تتوقف حمد فتحي هيكون لعب في نادي الأهلي لكن ليس في يناير محمد طاهر هيكون لعب في نادي الأهلي ولكن ليس في يناير هو حتى الان ما عندوش صفقات من بره أو ما عندوش عقود احتراف من بره واللاعب تمسك بالنادي الأهلي بعد رفع النادي الأهلي عرضه مع اللاعب وقال لإما الأهلي لإما الاحتراف ورفض عرض برامتس ورفض عرض نادي الزمالك إذا طاهر وحمد فتحي على مسؤولية الشخصية قد يكونوا لعبين في النادي الأهلي لكن بنهاية الموسم وليس في يناير الصفقات اللي النادي الأهلي بيحاول ويسعى إلى انهائها رمضان الصبحي أحمد حجازي أمين بن عمر باهر المحمدي موجود في الصورة بالقوة أكتر كمان من محمود متولي هنشوف النادي الأهلي هيقدر النادي الأهلي كمان بيتفاوض مع عواد ولكن عواد هيبقى صعب جدا ده لازم له مصالحة ومصالحة إيلة من اللي أنت فاهمينها ولو المصالحة تم تيجي عواد وكينو لكن النادي الأهلي حتى الآن مصر أنه يعتمد على نفسه وينهي صفقاته بنفسه ففي النهاية في نهاية هذا الأمر النادي الأهلي اللعيبة اللي خلاص يعتبر بينهي معهم الأمر هو أمين بن عمر أحمد حجازي رمضان صبحي وبنعلن اللعيبة لأن اللعيبة عندها الرغبة الأولى والأكيدة هو اللعب للنادي الأهلي وليس أي أندية تانية سمعنا أن فيه تحرقات دلوقتي لأمين بن عمر أن فيه أندية تانية عربية تاخده لكن أمين بن عمر زي ما بقول لحضراتكم قريب جدا إن شاء الله من نادي الأهلي حسين الشحات هكلمكم عليه بعد الفاصل أخد فاصل بس علشان أكلمكم بعد كده في نهاية حلقتي على حسين الشحات وإيه اللي هيتم في موضوع حسين الشحات وبهر المحمدي لكن أنا قلت لقوا معلومات وانفرضات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة